حرب ميليشيا الحوتي على الأرض والذاكرة اليمنية حرب طويلة من القرن الثالث الهجري اللحظة التي دخل فيها الهادي الرسي صعدة وقام بهدم القصور الحميرية وبنا بأحجارها ما عرف بمسجد الهادي وأحرق الكتب وهدم التماثيل اليمنية باعتبارها إرثا من الجاهلية بحسب متابعين فإن حرق ميليشيا الحوتي لمبنى وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء هو امتداد للمسلك الإمامي القائم على ثنائية استلاب الأرض والذاكرة خصوصا كون الحريق جاء بعد التعدي على الوقف وأملاك الدولة العقارية منذ الانقلاب يرى مراقبون حرق إرشيف الأوقاف أكبر عملية نهب حصلت دفعة واحدة في تاريخ اليمن الحديث كون حرق سجلات الأوقاف مقدمة لنهب أراضي وأملاك الوقف وتحويلها إلى ملكيات خاصة لأسر سلالية بعينها وفق التقديرات الإحصائية فإن أكثر من خمسين في المائة من أراضي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء هي أرض تابعة للوقف يتم استئجارها من بيوت وأسر سلالية السطو على أراضي الوقف جاء بحكم التموضع التاريخي لتلك البيوت والأسر وتراكم الثروات داخل تلك البيوت التي سيطرت على مدى قرون على مفاصل القرار في الحكم والقضاء وإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بحسب متابعين أيضا فإنه منذ بدء الانقلاب والاشتياح ارتفعت وتيرة الإيجارات والتمليك والهبة والمنح لأسر سلالية بعينها وعملية الحرق والإطلاف المتعمد والتعديل تعكس هدف الدولة العميقة لميليشيا الحوتي لتحويل الجزء الحيوي إلى ملك خاص الله أكبر الموت لأمريكا الموت لأمريكا الموت لأمريكا الموت لأمريكا الموت لأمريكا